روما كان الأحق باللاقب لأنه لحتله فرص صحيحة إشبيليا مسك الكورة وتقنيا كان أقوى وضغط وغيره لكن الفرص السانحة للتهديف كانت من جانب روما أكثر فرصة بيلوتي في لحظة الأخرة من المباراة فرصة أبراهام اللي تصدى لها بونو فرصة كريس مولينغ بالرأس في الأوقات الإضافية وكانت اصطدمت بالعريضة الأفقية هاد الفرص ربما من جانب الآخر من جانب إشبيليا ما شفناش نفس الكم ضربة الجزاء من الفرص وضربة الجزاء اللي ما حسباش الحاكم السلام عليكم أصدقائي مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا يوسف الخبر نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبسرحتين وسلام أصدقائي فالفيديو غاليتشوفوا الإعلام جزائري للمباراة النهائي التي جمعت بين فريق إشبيليا وفريق روما وقالوا يعني بأن فريق إشبيليا ربح غير فقط يعني بالزارة أو بضربة الجزاء أو بالحب لأن يعني في لعبين مغاربة ليتقلقوا في هذه المباراة ولكن في نفس الوقت يعني وخاء يعني تكلموا بواحد يعني بسلبية تجاه المباراة وأن يعني الكرة كانت قد تدخل لو لأن الحب مع ياسين بونو أنه ضربت لي في الأصبع دياله وخرجت إلى آخره ولكن في نفس الوقت شيدوا بالأداء متاع ياسين بونو وشيدوا بالأداء متاع من صاريك أنهم لاعبين عملاقين وأنهم تقدموا واحد المباراة ليها جدا رائعة أصدقائي غدا يخليكم تما تحكموا على هذا الفيديو هذا فيديو جدا رائعي صحيقوا المشاهدة ما تساوش خليوا لي العراء ديالكم حكمو خليوا لي العراء ديالكم في التعليق على حسب الكلام ديرهم أصدقائي ما تساوش لما تشارك في القناة تشترك في القناة ويفعل زر الجرس بسوطة الجديدة الجماهير كنوع من التعبير عن الرفض والغضب لخسارة روما هذا النادي الذي كان يمنى النفس بلقب أوروبي بعد مسيرة شبه ناجحة هذا الموسم رغم أنه لم يتأهل إلى دور الأبطال لكننا شاهدنا روما يعود بعد زمن فرانشيسكو طوتي آخر ملوك روما شاهدنا روما يعود هذا الموسم ويفوز به الكثير من المباريات يعني لو نتحدث قليلا عن ما جرى في هذه المباراة والاتهام الرسمي الذي وجهه اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمورينيو اتهمه بسوء السلوك في النهائي نريد أن نتحدث من الناحية الفنية ثم عن ما حدث على خط التماس هل كان يستحق إشبيليا الفوز وروما الخسارة؟ لا يعني التكنيك المقابلة يعني نقول لك كانت متوازنة من الفارقين ومورينيو زعف كثير على ضربة الجزال ما طوالوش يبقى هو سبيسيال وان ولكن الأوروبا ليقا ديها أنا ألغب بالنسبة لي يعني تقريب يسمي وأوروبا إشبيلي يعني الفوز السابع لهم وأول خسارة لمورينيو ولكن مقابلة حدتها كانت مقابلة قوية شفنا بونو في دربة الترجيح دايما ما يصنع الفارق ومورينيو لما زعف من حقه يزعف على أعساب بدربة الجزال كانت شرعية على أعساب مش بتناير نعم هذه ركلات الجزال التي انتهت لصالح إشبيليا أربعة مقابلة واحد فضل لحسين محمد من ناحية التقنية إشبيليا كان يعني بخوطة يعني جد كبيرة أحسن من فارق روما روما كان يدافع محمد وإشبيليا كان يصنع في الفورس نشوفه بالإشبيليا كان قادر يسجل عدة أهداف لكن الشيء اللي هنا وش تشوف محمد فارق روما هو ليستاهل يفوز بهذا الكأس لأنه من ناحية التقنية فارق إشبيليا كان أحسن منه لعب فارق روما نعرفه الكورة الإيطالية يحبوا دائما يلعبوا الدفاع كان يلعب يعني بالكتلة المتأخرة مورينيو محمد والكتلة المتأخرة هذه جعلته دائما ما فارق إشبيليا من ناحية التقنية أخذ عليه يعني أرضية الميدان لعب له في منطقات فارق روما نشوفه محمد فارق روما كانت عنده ضربة جزاء كانت لقطة تعدين واحد ونعرفه كيف فاز مورينيو ضد برشلونة كي كان في الإنتر فاز بالطريقة ليلعب بها مع روما نشوفه هنا الحكام محمد عندهم عقدة مع مورينيو الفيفا اللي عندها عقدة مع مورينيو أو الليافة اللي عندها عقدة مع مورينيو نشوفه لعب راكي تيش يخرج بالبطاقة الحمراء كانت عنده بطاقة على مأضم بطاقة سفراء كانت مراوغة جميلة من وسط الميدان تعفارق روما ما نذكرش اسمه رقم 8 على مأضم كان ليس ماتيش لعب آخر لوسط الميدان كان يعني دريبلا لعب راكي تيش بطريقات رائعة في وسط الميدان كان تدخل عنف من راكي تيش محمد ولا حدث نشوفه مورينيو محمد دائما ما يكونوا عندهم مشاكل مع الحكام عطينا صور مورينيو وهو يلاحق الحكم إلى مرآم السيارات ويوجه له كلمات مشينة ومهينة طبعا الاتحاد الأوروبي لم يسكت على هذه الفعلة كما لم يسكت على هجوم مورينيو على الحكم خلال مؤتمر الصحف من دون شك سيوقع عليه الإبعاد من المباريات الأوروبية لفترة معينة مورينيو جن جنونه بعد نهاية المباراة ولم يتحمل هذه الخسارة حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين مورينيو واليويفا قادمة ميتو المباراة على العموم لما تشوف شوط الأول روما كان أفضل شوط الثاني بي بيمال كان خادع مورينيو بتغييرات ما بين شوطين قحم سوسو لاميغ لا غيره تماما من وجه ندي إشبيليا لكن لشاهد المباراة اللي عرف كنت القدم جيدا بالخطورة روما كان الأحق بالله قبل لأنه لحت له فرص صحيحة إشبيليا مسك الكورة وتقنيا كان أقوى وضغطه وغيره لكن الفرص السانحة للتهديف كانت من جانب روما أكثر فرصة بيلوتي في لحظة الأخرة من المباراة فرصة أبراهام اللي تصدى لها بونو فرصة كريس سمولينغ بالرأس في الأوقات الإضافية وين كانت استدمت بالعريضة الأفقية هذه الفرص ربما من جانب الآخر من جانب إشبيليا ما شفناش نفس الكام من الفرص وضربة الجازاء اللي ما حسباش الحاكم بالنسبة لفرناندو هناك من يقول بأن يد اللاعب كانت جاية للجسم أي أنه كان يريد إخفاءها لكن أعتقد السلطة تعود للحاكم لكن تقديريا أعتقد بأنها كانت ترك للجازاء خاصة أن يده كانت بعيدة على الجسم دياله لعب فرناندو في الجانب المقابل مورينيو هو أيضا خادع في بداية المباراة لأنه في التصريح وقابل المباراة قال بأنه ديبالا لا يمكن أن يشارك سوى لعشرين أو نسب ساعة أقحمه كأساسي كان مسجل هدف التقدم لعام سبع وستين دقيقة حتى من حيث الأسماء ما تقدرش تقارن روما بإشبيليا في إشبيليا أربع لعبين أبطال العالم كانوا في التشكيلة كان عندهم حارس ممتاز جدا أنه هو بونو نصيري دخول سوسو ولميلا زاد أعطاء دفع إضافي في الجانب المقابل من جانب روما لما جيت عدل لعبين الممتازين كان بيليغريني كان ماتيج قدم مباراة في المستوى كان الحارس الوي باتريسيو بالخبرة ما عندوش نوجو مورينيو مقارنة مورينيو صرف سبعة مليون أورو فقط في المركات الصيف الماضي اليوم يصل إلى نهاية الدولة الأوروبي أقصر كثير من الأندية القوية شوف أنصار روما وهم يحاولون محاصرة الحكم الإنجليزي طايلور مع نهاية المباراة مما تسبب في صدمة لدى الرابطة الإنجليزية لكرة القدم التي أدانت هذه الصور وهذه الفعلة التي أقدم عليها مناصر نادي روما الذين حاولوا الاعتداء على الحكم طايلور رفقة عائلته كان متوجدا مع عائلته كما أن رابطة الحكام الإنجليز أعتبروا هذا الأمر غير مبرر ومسيء وسيء يعني جميع تضامنا مع الحكم الإنجليزي بعد تعرضه لهجوم من أنصار روما وكذلك لكلمة نبية من مورينيو ماذا فعل هذا الحكم حتى يعامل بهذا الشكل؟ لا تصرف هدايا تصرف وحشيه محمد ما لازمش يكون هذه الأشياء توجد في كرة القدم ولكنت لما تكلمت قلت ليفارة تعاقب مورينيو لما تشوف المقابلة حددتها ولقطة ضربة جزاء محمد يعني ولا الحكم ولا الضار ما شفها ضربة جزاء هذا لي خلت مورينيو غاضب ويخرج يعني من إطار الميدان وكرة القدم عنده الحجة عنده الحجة ولكن التصرف تأهد المناصرين حتى تأهد مورينيو مع الحكم يعني التصرف غير رياضي ما كناش ينطلقوا فيه ولكن يبقى هو معروف مورينيو بهذه الأشياء ولكن هنا ضد ضد يعني هذه تقول لي ليفارة تعاقب أنتم مش كون يعاقبكم يعني هذه ليفارة ما غيرهم من يعاقبه وهم يعاقبهم هما يعني ضربة جزاء شرعية الفارة ما شفاش والحكم ما شفاش نعم ومشاكل التحكيم مستمرة في القارة الأوروبية وحتى تدخل العلم الحديث وتقنية الفار لم يجدي نفعا نشاهد أخطاء كارثية في مباريات نهائية مثل هذه تؤثر على لعبين وعلى المدربين وحتى على الأنصار وتفقدهم أعصابهم مما يدفعهم لسلوكات غير طبيعية وغير حضرية إلى بكاء ديبالا بعد خسارة النهائية ديبالا قال بأني بكيت من أجل روما هذا الولد الصغير الذي حمل على كتفيه أحلام الجمهور الروماني لم يستطع فعل أي شيء مع نهاية المباراة وخرج بهذه الدموع مكسورة الخاطر منذ مجيء ديبالا إلى فريق روما يقدم في مستويات كبيرة محمد المستوى لم يشفناش في ديبالا في فريق جيفانتيس شفناه يعني فجر كامل طاقت تعه في فريق روما أصبح اللاعب رقم واحد في هذا الفريق خاصة مع قدوم المدرب مورينيو اللي أعطاه هذه الحرية حرية اللعب في وسط الميدان تسجيل أهداف إعطاء الكورات أعطالهم دافع كبير يعني مورينيو مورينيو اللي أعطى دافع كبير لهذا اللاعب وعطاله هذه الثيقة نشوفوا أن ديبالا محمد مستاه بطبيعة لها الخسار نهائي على باله يعني ليس كل سنة لعب نهائي كهذا لو أخذوا نهائي هذا الكأس الأوروبية هذا شيء يعني جد طبيعي أنه يعني ولاعب صغير لاعب شاب وين أخذ كأس العالم لو كان لو زاد خداه هذا الكأس المحمد رح يكون عنده في ضرف عامين عنده ثلاث تتويجات تتويجات من طيراز جد عالي شيء يعني تفهم يعني لماذا هذا البوكاء لبالا هل قتل منشيني حلم روما بتسجيله الهدف العكسي ميدو في شيء باك خريفة الهدف العكسي كان ما عندو ميدية لأن الكرة كانت جاتاً صنطر تير قوي وكانت جاوز سمولينغ وحتى هو فجأته ما كانش قادر يغير من وضعيات الجسم دانه لأنه كان يجري نحو المرمى الهدف عدد حتى هدف عدد كان كما يقول لك عادل لأنه كان فترة ضغط كبير جداً من نادي إشبيليا كان يضغط له حوالي ربع ساعة منذ بداية شوت تاني ويدغط يضغط 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 إلى غاية هدف عدد ومن شيني هو الذي ساهم في هدف روما لتمريرته الحاسمة ثم هو الذي عاد إشبيليا إلى المباراة طبعاً محنويات وكانت في الحظير مع نهاية المباراة نعم أكيد صعب أنه نهاية كبيرة تسجل ضد مرماك لكن ما أردت قوله بأنه لشاهد النهاية يعني المياه عشين النهاية كان إلى غاية تركات الجزاء استمر رحل تناشة غير خمسة بدأوا تتقل تلت ساعات وأكتر مستوى دوري عطل أوروبا هذا النهاية لا يمكن إلقاء اللوم الكامل على من شيني هناك عدة عوامل أخرى ساهمت في تتويج إشبيليا من بينها الحارس المغربي ياسين بونو ثلثة صديات حاسمة أثناء المباراة حتى خلال المباراة حدتها محمد في 120 دقيقة كان بونو حارس بدون مستوى آلي يزيد في ضربة الجزاء يعني نعرفوه بونو هو يستسبيساليس في ضربة الجزاء هو لي خلال سي في باشا يتفوز بها الكاسة هل بونو والحكم هم السببان الرئيسيان في خسارة روما للقب؟ لا بونو بونو ليس الحكم الأداء الضعيف للحكم وتغضيها عن تصفير ركلة جزاء بعد لمسة فرناندينيو كان يقبل السفر يسفى ضربة الجزاء وما يسجلوها شي محمد ولكن نقول بونو هو لي خلال سي في تفوز بكاسة أوروبا سي فيا أو إشبيليا يفوز باللقب السابع منذ عام 2006 يعني متخصص في التخصص إشبيليا هذا هذه الكأس تحبه ولا تريد مفارقته الإحصائيات محمد هي اللي تتكلم على هذا النادي ونشفنا يعني في وقت أوناي أمري محمد ويني أخذ الكثير من هذا الكؤوس كأس الأوروبية فارق متوازن محمد فارقا دائما ما يمتع من ناحية التقنية دائما كنشوفوا مباراة سيفي برشلونة أو سيفي ريال مادريد دائما تحب تشوف هذه المباراة ليس مثل مادريد خطافي أو مباراة لفرق ضعيفة إشبيليا دائما كان عندها لاعبين اللي عنده بمستوى جد عالين ذكروا يعني المهاجم القناص فريديري كانوتي في وقت ما إسفبيانو عدة لاعبين مروا على هذا فارق ناصري سامير ناصري وين العف هذا الفارق فارق إشبيليا فارق كبير محمد وفارق لضمع ناصر كبيرة وأخذ العديد من هذا الكؤوس هذا يحسب لهذا النادي يحسب لإدارة هذا النادي حتى وين تكلمت محمد على من هو السبب أنا أقولك بلي الحاكم هو السبب تصرفات اللي شفناهم يعني عبر الشاشة تصرفات كما تكلمت ليست حضارية محمد إن شاء الله ما نشوفوشها تصرفات في الكورة العالمية سواء الأوروبية أو إفريقية أو في أي مكان ما لكن محمد لازم هذه الهيئة هيئة اليافة لازم هي لمن تعاقب الحاكم محمد حاكم طايلون السبب في خسارة روما والأخ طبوت بونو أيضا تسلط في خسارة روما بونو الذي يفوز باللقب للمرة الثانية في مشواره ميدو بعد لقب 2020 وبونو كان حاسم ضد الأنتر في 2020 بونو كان حاسم ميدو في العديد من المباريات التاريخية لنادي إشبيليا وأيضا المباريات التاريخية للمنتخب المغربي حقيقة واحد من أفضل خراص حتى تكسر على المستوى كبير جدا بونو أنا حبيت أن تحدثوا تحدثتوا على كل شيء تحدث أنا حبيت أن تحدث عن المدرب مندي إلي بار المدرب السابق لنادي إي بار أول لقب في مسيرته هو كبير في سنة وعنما مندي إلي بار أول لقب أنا بالنسبة لي ما حققه إشبيليا يعود إلى المدرب مندي إلي بار لما جاء مندي إلي بار مسك زيمة من الأمور خلف المقال خرخي سان باولي الفريق كان في المركز الخمسطاش على ما أعتقد ويعاني كان قريب على بعض نقطتين فقط من مناطق الهوبوتر لما جاء مندي إلي بار بنفس اللعبين تغيرت العقلية كان أقصى منشيستر يونايتد أقصى اليوفي وليون فاز على روما ويتواجد في المركز العاشر على ما أعتقد في ترتيب الدوري الإسباني وسيشارك رسميا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ما قام به مندي إلي بار ما هو أفضل منهاش لكن جاب هو من غير من شكل الفريق كليا منذ قدومه قبل شهرين من الآن وإشبيليا يلاحق الآن عظماء أوروبا الخمسة إشبيليا الذي فاز بـ 9 ألقاب أوروبية مجتمعة لا يتفوق عليه إلا ريال مادريد 16 لقبا برشلونة 12 لقبا ميلان 9 ألقاب ليفربول 9 ألقاب وباير من يونيح 8 ألقاب يعني نادي أصبحت له مكانة مع الكبار المكانة في أوروبا مع الكبار كما تكلم يدوه الفضل يرجع كثير مدرب لأننا نعرفه باللي كان عندهم بروبوكي سان باولي سان باولي ومقبل سان باولي كان عندهم جوليان لوبيتيغي اللي هو في بورفول هاربطن يعني هذا الفريق هذا والو وعنده ونعرفه باللي سيبي كانت لعب دائما على المراتي باللولة كانت تنافس البرصا وتنافس الريال وتنافس التليفيكو ولكن الموسم هذا كان كاريته بالنسبة لي كانت كاريته لهذا الفريق هذا ولكن بعد وصل هذا المدرب لنرفعه القبا لأنه يعني لحق هذا الفريق إلى نهائي وفاس بأوروبا ليغ ولكن ولو رأوا في المرتبة العاشرة نقرب الموسم منقوش ناجح في الدور الإسباني ولكن ناجح في أوروبا كريس مولينغ أيضا خطف الأضواء بأدائه الرائع راقب يوسف سيري عن قرب وأدى واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أعتقد بأنه من جانب روما سمولينغ كان الأفضل ومن جانب إشبيليا بونو كان الأفضل نقاط قوة فريق إشبيليا هي المهاجم من سيري ونسيري معروف خاطر محمد في الارتقاءات تاعه أقطع عليه كل الكرة العالية لعب ليمتز بارتقاءات جدا عالية ارتقاءات تاعه مثل كريسيانو رونالدو في بعض الأحيان دار يعني لديطونت لدارهم رونالدو هذا يحسب لهذا المهاجم لكن سمولينغ محمد شفناه طويل القامة وزيد يعني صوته عنده الارتقاء كبير ووضعه في الجيب محمد كيما نتكلمو كان ندل الند معاهو وسمولينغ يعني مدافع شارس مدافع قاوي مدافع ليمتز بعدة خصائص ليتسمح له بشي وقف أي مهاجم في العالم نعم كريس مولينغ يقدم مباراة كبيرة خاصة انو إشبيليا طالت المباراة محمد كيما نتكلمو كان بسرطة بشيئة أعتقد أنه سمولينج وحارس روي باتريسيو ولو أنه روي باتريسيو لم يكن لديه عمل كبير جداً مقارنة بياسين بونو وياسين بونو لأنقض إشبيليا من هدف ثاني في دقيقة 89 مخالفة للعبها بيليغريني سغيرة نحو سيزار بيلوتي الذي كان تصدر تقريباً تشوف الإعادة لبو دي بو دي دواء يعني قاسب هذا الأسبوعين بالأنامل استضمت بالقائمة وخرجة آخر خبر يصيرنا حالياً أنه إمكانية كبيرة لمعاقبة مولينيو بعد وصول تقارير سوداء ضده في هذه المباراة قلنا مولينيو احتج كثيراً على قرارة الحكم لاحقه حتى مرعب السيارات وشتمه وأسمعه كلمات نابية هاجمه خلال المؤتمر الصحفي اشتبك أيضاً مع لعبي أو بودلاء نادي إشبيليا أجون جوردان على خط التماس رام بالميدالية الفضية البعض قال بأنه هداها لطفل صغير البعض قال بأنه ألقاها للجمع نعم إذن تصرفات كثيرة ومثيرة للجدل بطلها مولينيو الذي صرح وقال لمسؤولي روما لقد تعبت الآن هل هي إشارة أنه سيرحل الآن بعد خسرته للقب الأوروبي وخسرته للتأهل إلى تشمبيونز ليغ رفقة روما الموسم القادم كيف سيكون مستقبل مولينيو سؤال وعلامة استفهام كبيرة ننتظر الإجابة عليها في الأيام القادمة لأن البياس جي يتربص بمولينيو وكذلك ريال مادريد يتحدثون عن مولينيو هل سيبقى مولينيو في روما أم سيرحل إلى فرنسا أو إلى إسبانيا هذا ما سنعرفه في الأيام القليلة القادمة مرحبا بكم مرة تانية على قناة كوميسو الخبار كانت منها من هذا الفيديو أنه هنا الإعجاب لكم وكيفما شفتوا الإعلام الجزائري ضروري مخصوص الطف يعني لا لحظت في الكلام ديالهم رغم أنه يشيدوا بلعب المغاربة إلا وأنه يتلقى بأنه كانوا واحد غير وكانوا واحد يعني ماشي صافيين مئة في المئة تجاه المغاربة أكيد في راح هذه كرة القدم مهما راح خرج القرى على قصاد الأصبع دياله ولا بساط عليها وخرجت مهما راح تدر واحد واحد الأداء قدموا حد الأداء ليهو جد رائع وستطيع ديال كرة القدم المهم هو أنهم أخذوا الكاس ويعني توجوا وغتبقى للتاريخ أنهم توجوا مع فريق إشبيلية وقدموا حد الأداء ليهو جد رائع ومسوى جد رافع أصدقائي هنا سوف نقول لكم كنتم نمنا الفيديوين لإعجاب ديالكم وخليوا لي العراء ديالكم في التعالي قلت بمساعدة إشتراك في القناة والإشتراك في القناة والإشتراك في الفيديو كثير من اللايك والبارتاج يوصل لك على المغاربة على العالم أصدقائي نقول لكم اتلقى في فيديو جديد في موضوع جديد والسلام عليكم